الناس اللي بتكد وتتعب في الدنيا الناس اللي بتصحى من النوم عشان تسعى تسعى بقى يعني بغض النظر يعني هي هتلاقي الرزق سهل ولا هتتعى بقاوي على ما تلاقيه إنما أهم حاجة عندها إنها تسعى وتشتغل وتتعب وتوصل تخيره بقى بعد ما يعمل كل ده يقوله لا مع السلامة بقى مالكش حاجة عندنا مين طيب اللي بيعمل كده يعني هل ينفع حد يروح يشتغل ويسعى ويتعب ويكد وبعدين يقوله مع السلامة امشي من هنا مالكش حاجة ها تسدق ده ساعات بيحصل بيحصل فين؟ بيحصل في بعض البيوت لما زوجة تفضل مع جزهة في الشقة طول عمرهم وتنزل وتروح وتيجي وتشتريله وتساعده وتربي العيال وتتعب وتشيل عنه مصاريف وما تجيبش حد يساعدها وهي تساعده ساعات تنزل تساعده في شغله وبعدين في آخر يعني حياتهم يقولها ايه يلا مع السلامة مالكش هنا مالكش حاجة عندي روحي بقى على بيت أهلك ولو معنديكش بيت أهلا ان شاء الله تعودي في الشارع بنشوفها وبتحصل وبنسمعها وبنشوف ناس كتير قوي كده ويا ما يقولك جزي طفش وسبلي تلات عيال جزي طلقني وراح اتجوز علي طلع من فترة يعني رأي من فضيلة الإمام الأكبر شيخه الأظهر انه فيه حق للزوجة اسمه حق الكد والسعاية او الكد والسعاية الناس اللي بتكد وتسعى ليهم حق خلونا نسأل ونفهم اكتر معنى الموضوع ده من فضيلة الشيخ أشرف الفيل ازاي حضرتك في فضيلة الشيخ انا رسالة أستاذ الحمد لله يعني اشرح لي بقى كده يعني ايه هل كد والسعاية وجات منين وهل ليه أصل في الشرع الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن لقد خلقنا الإنسان في كبد والكبد معناه الكد اي المشقة اي ان الإنسان يتحصل على الأعمال او يتحصل على ما يريده بمشقة شديدة فقادي معنى الكد فالحياة كلها ربنا قال كده من اول من اول لدن آدم لقد خلقنا الإنسان في كبد من زمان قوي فالكبد ده مش موجود في زمان معين او في وقت معين لا وإنما الكبد موجود دائما فأحيانا يحدث أن الإنسان يبدأ حياته بهذه الطريقة فيبدأ يكد ويكتهد فيشتغل فيعمل فيريد أن يحصل يتحصل على مال او يتحصل على زوجة او يتحصل على بيت او يتحصل على سيارة او يتحصل كل ذلك يحتاج فيه الإنسان إلى الكد اي يحتاج فيه الإنسان إلى التعب في طريقة حياة الإنسان في الصغر من الممكن أن تشاركه زوجة تكون مشاركة له في هذا الكد يعني تعمل معه وتكتهد معه وتسعى معه وتعمل كل الكلام ده معه بهذه الصورة ثم بعد ذلك يأتي مرحلة من المراحل يتغير فيها الإنسان او يتلون فيترك زوجته او تتركه زوجته يعني ايا من الطرفين يترك الآخر بصورة او باخرى بمقصد او بدون القصد لذلك جاءت فكرة هذه الفتوى حتى لا تضيئ الحقوق بين الناس يعني اننا في زمان اصبح هناك اكل اموال الناس بالباطل امر بقى عادي خالص وربيني الف القرآن ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يعني يطلع يرفع قضية دعوة هو كاتب على زوجته مثلا ربع جنيه مؤخر الصداق مثلا بعد خمسين سنة لما يروح يقولك طب خلاص انحديها ربع جنيه وتدلوا بها الى الحكام لتدلوا القاضي يعني الحاكم هنا القاضي فيتروح يرفع قدام القاضي فالقاضي قدام ورقة تم التوقيع عليها بين الطرفين بالموافقة على ان مؤخر صداقها عشرة جنيه فحيقوله طب خلاص خد العشرة جنيه ورمالها فش لا 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 هذه المسألة لاتوا اعتسبها كذا إنما يعتسب حق الكد والجهد ممكن الست ما تشتغلش على فكرة وتقعد في البيت مع جزهة لكن تؤدي دور اكتر من شغل جزهة عشرين مرة تربية الاولاد اعداد البيت تجهيز الرجل اعداد الرجل مرضو ده شغل بيحتاج الى كد ايضا وتعب يعني نبكس حق التي جلست في البيت حقها برضو ما هي بقى ممكن تتنازل عن شراء هدمة ليها تقولك مش مش كلا ايوا ممكن تتنازل عن حد يجي يساعدها ايوا ما تصيفش عمرها كله ايوا ما تشوفوش ايوا ما تشوفش اسكندرية ولا البحر ولا اي حاجة ايوا واقول ما يبتدي يتغني يجيب بقى الصغيرة يبلعها وتخليتها وهي متنازلة عن حاجات كتير وما نطقتش طب انا قريت انه انه دي احياء لفتوى قديمة هل دا كان كتفتوى قديمة هو الحقوق ديك اللي هي ما تسمى بالذمة المالية المنفصلة للمرأة والذمة المالية المنفصلة للمرأة اللي اسسها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي عمل قضية الذمة المالية المنفصلة ان المرأة تبقى لها ذمة مالية منفصلة فلو المرأة اشتغلت او عملت او سوت او ورثت من بيت ابيها او اخذت مالا من اهلها أو تحصلت على تجارة مثلا تستطيع أن تعمل بالتجارة وعندها كثير من المال هذا المال كله لا يدخل في حق الزوج وهذه القضية التي أسسها هو الله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن ألوى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ يعني معناها أن المال بتاع الزوجة إذا توفيها فالزوج بيأخذ النصف إذ لم يكن لها ولد فده المال المختص بالمرأة اللي هي أخارته أحيانا تأخذ شيئا من الميراث فمنهي تماما عن أن يأخذ الزوج من مال زوجته الذي هو ورثته من بيت أهليها مثلا أنه يتصرف فيه بصورة أو بأخرى لا ليس من حقي هذا لأن هذه ذمة مالية منفصلة هي صاحبة القرار فيه أحيانا بقى بعض الستات تورس مثلا مبالغ مثلا أو أي حاجة وتأخذ المال تتحطها في البيت تهلكها في البيت في تربيت العيال في تربيت مش عارف إيه في بناء البيت ممكن بيحصل ساعات بيبقى عندها ترتدي بعضا من الحلية الذهب مثلا وغيره اللي هي المفروض المهر بتاعها اللي هي الشاب كبتاعتها اللي هو يعتبر كأنه المهر بتاعها فتيجي زوجها بيبني في بيت أو بيشتري في أرضها أو بيشتري في شقة فتروح ألعى وبيعة وعملة هذا يسمى كده أيضا هي مش مش لازم تكون طلقت تشتغلت عشان تتحصل على ده برضو يعني حاجة كيف تفهم قصدي المهم أني صار لها ذنب مالية منفصلة ومدام لها ذنب مالية منفصلة لابد أن يكتب ذلك هي راح تبدأت ويشتري بيت يبقى لازم تكتب البيت إن هي ساهمت في البيت بنسبة 10% 50% 30% يكتبوا ذلك في العقد أنا مش عارف ليه الناس ما بتكتبش في العقود هذا الكلام مع إن دي حقوق يعني هاب إني مثلا أنا زوجتي جات دلوقتي قالت لي هي ورصت مثلا من أعلىها وليأكل 10.000 جنيه وأنا داخل أشتري مثلا شقة بعشرين ألف مثال يعني فراحت مدياني 10.000 جنيه عشان أساعد معاه في الشقة أقول لا طب خلاص أنا أخوتهم منك سلف ينفع أخوتهم منها سلف ورجحهم لها بس من خلال عام واحد يعني من خلال سنة واحدة لكن مش أخد أشتري وبعد 30 سنة أقول لا أخد العشر تلاف جنيه توقع لإنت دفعتهم لها ما ينفعش لابد إن إحنا نكتب بذلك حتى نحافظ على هذه القيمة